والله يريد أقول لأولئي الناس الذين الآن يتصلون وكلهم يعني يتباكون ويعزون وريدكم أن تكون ناس عمليين أنا ألومكم لا أنت الآن وغيرك إن ليست أنت وحدك عشرات يتصلون ويتباكون على ما حدث ويلومون ويفعلون وكذا أنتم تعرفون من السبب تعرفون القاتل من تعرفون من هو متآمن عليكم على ليبيا الآن إذا حتى عندما طيب الناس الخروج ليستنكروا يعني استنكار فعلي عملي في الميدان ويندلوا بحية المجتمع الدولي يسمع لهم ويضع حد لهذا الإجرام ما خرجتم لماذا الآن تتكلمون الكلام لا فايلة منها أقول للليبي الآن الكلام لا فايلة منها علينا أن نصمت بيانات الاستنكار لا تجدي شيئا التحقيق جربناه سبع سنين خمس سنين لم نجد منه شيئا حتى من يقومون بالإجرام الآن ويقتلون من برلمان طبلق واللحافة واللجماعة هم يستنكرون ويرفعون شعارات فتح التحقيقات وكذا يعني هذا نضحك على أنفسنا هذا استهزاء بعقونا نحن نتكلم ولا نفعل علينا أن نتخلصنا السلبية إذا أردنا أن نعيد إلى بلدنا حريتا ومجدا وثورتا ودفع الظلم وضرب على أيدي هذين المفسدين المجمين الذين طمعوا فينا من الإمارات ومن السعودية ومن المصريين علينا أن نخر بعشرات الألاف في الميادين هكذا إن كنتم حقا تريدنا بلدكم وتتألمون أما أن تتكلموا في الإعلام فقط ونستنكر وكذا 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 وعندما يجد للعمل حتى استنكار سلمي تظاهر عجزتم عنهم ما فيه الآن ما تستطيع أن تتحصي حتى على ألف في الميدان هذا أمر مؤسف هذه كان لازم أن نواجه أنفسنا بالحقيقة كل من يشاهد البرنامج لا أريد منه الآن أن يتباكى ولا يستنكر أريد منه فعلا أريد منه عملا أخرجوا في الميادين يوم الجمعة يوم الخميس بعشرات الألاف استنكروا هذا إذا بعد ذلك لم تتحصوا على شيء بعد ذلك تستطيعون أن تلوموني وتلوموا غيري أما وأنتم جالسون في البيوت سلبيون لا تريد أن تفعلوا شيء حتى بالطلق السلمية ثم بعد ذلك كل واحد يبكي ويقول حصل وحصل وحصل فهذا كلام قول لا فعل معه ولا عمل معه وما هو إلا استهزاء بعقولنا